أبو عبد الرحمن يقول ما حكم في أن يجعل الرجل المصلي أمامه حاجة كعلبة منديل أو شيء وهو في الصف الأول ولا يبعد عنه الجدار إلا متر أو أقل من ذلك أو أكثر سترة نعم نعم المشروع في السترة هو أن يكون بين رأس الإنسان وبين هذه السترة هو ما يقارب من ذكر العلم بأنه قريب من ممار رشات وهذا يعني يحرز بثلاثين سنتي لأربعين سنتي تقريبا قد يزيد أو ينقص وهو الممشى الذي يكون في البرية وغيرها أو أن يكون كما ذكر بعضها للعلم أن يكون بهذا المقدار يعني هذه الصفة لا يكون قرب الرأس تماما وهذا الموضع الذي لا يجوز للمصلي للمار أن يمر بين يدي المصلي فيه نعم هل يضع علبة خط أو يكون لها ارتفاع معين الرسول صلى إلى سترة مثل آخرة الرحل ثلاثين سنتي فهي مرتفع قريبا أيضا من ثلاثين سنتي تقريبا هذا أفضل المقامات لكن هل لا يجزئ غيره لا المنديل هذا مرتفع فيجزئ بل يذهب شيخنا من بازل رحمة الله تعالى عليه إلى تحسين حديث الخط وهو الذي اختاره الحنابلة في كتبهم فالشيخ يحسنه ويرى أن الخط يكفي في هذا ويرى بعض مشايخنا الذين يرون هذا الرأي بأن أيضا حد الفرشة هو مثل الخط هو مثلها لكن الحقيقة هو أقل من موضع ممر الشات لكن الأمر فيه يسير لو تأخرت أو تقدمت فالأمر فيه هذا واسع هل تجزئ فضية شيخ مثلا السترة البعيدة مثلا إذا نواها الإنسان إذا كانت أبعد من ذلك لا تجزئ كلها سترة يعني اللي في أقصى المسجد الحرام يمكن يستطرب الكعبة أيضا هذا ليس له معنى السترة لابد لها حد للمصلي وحد للمار أنا ما ألتزم إذا مريت أمام المصلي أني أذهب مثلا مئة متر هذا غير الصحيح ما أخذ حق الحقيقي فأنت إذا أخذت من موضع سجوده إلى ثلاثين سنتي هذا ما مر الشات تقريبا خلاص ما خلفه يجوز أن تمر بين يديه ولكن فيه إشغال الحقيقة فإن استطاعت أن تتفادى هذا ليس محرما عليك أنك تمر استطاعت أن تفادى فهو حسن لأنه يؤدي بالمصلي إلى الانشغال نعم شك